السلام عليكم اخواني اخواتي تنتمنكم ان شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة وفي احوال طيبة اليوم ان شاء الله جينا ان شاء الله غد نشوفوا جميع واحد الفيديو اللي هي جديدة ومغيرة على كيفاش تعودتوني متتبعي الكرام اخواني اخواتي تنظن موضوع العقار تقريبا تشغل واحد الفئة كبيرة من المجتمع دينا ودائما بالصدفة تلقى شي تساؤلات وهذا وحاولت ما امكن تقسم معكم هاد الموضوع هادا بمعرفة المتواضعة بمعلومات اللي هي ممكن تفيدنا جميع مرحبا بكم معايا وتبعوني ان شاء الله حتى الاخر الفيديو ربما مسائل تدفيدنا كاملين تنتمنى انكم ان شاء الله تستافدوا معايا وان شاء الله تبعوا معايا المراحل اللي تيدوس منها العقار والمشاكل تقريبا اللي تتلقاها واحد الفئة كبيرة من المجتمع دينا وهذا على سبيل التجربة وعلى سبيل ما تلقوه في الشارع المغربي والمشاكل اللي تتخبط فيها المواطنين تنتمنى ان شاء الله تبقوا معايا حتى الاخر الفيديو سنشوفه اولا الموضوع تاقتناء بقعة ارضية مثلا شخص بغى ياخد واحد البقعة ارضية ولكن بغى ياخد هاد العقار دياله ويكون بعيد من المشاكل بعيد من من الاحتيال بعيد من النصب لان هاد الزمان هاد ديالنا ما بقيش الانسان تيقدر يطيق بحكم هاد الاخطار اللي تيواجهها المواطن ما بقيش تيطيق اذا بغى يقتاني واحد البقعة ارضية يبني فوقها السكن دياله هاد البقعة ان شاء الله خاصة نشوفها اولا اما عند وكيل عقاري او لا واحد الشخص تيعرض العقار دياله لبيع اه اول خطوة غدي يبيل لنا اه مثلا لكن وكيل عقاري غيتكلم لنا واحد تجزئة او لا واحد الارض فيها بناء محفظ او لا كذا احنا ما الافضل الانسان لا بيقلب يقلب داخل تجزئة ياخد ارض محفظة داخل تجزئة ولكن هاد تجزئة كانت بقى في طور الانجاز لابد يكون عندنا وطائق اللي هي تتبت بان هادك العقار اللي هادك تجزئة نعرفوها بانها اخدات واحد واحد لغيسبسيون بروفيزوار او لا استيلام مؤقت المكان اللي هو مرتفع اللي هو عند واحد الاحذاتيات الارطفاع طالعة وعالية على مستوى المدينة او لا على مستوى الحي لان هادك تجنبنا بزفت المشاكيل اه وقت تهاطر الامطار الغزيرة خصوصا الى هادك العقار جاء في واحد المكان اللي هو نازل بالنسبة المستوى تجزئة او لا مستوى الحي تيجي فصل الشيطة وتلقى غير قناة الى تخنقات اه تيعمر تيعمر لما واحد المساحة كبيرة تكون فيها منازل او لا تكون فيها ساحات او لا وتتخلق مشكل بالنسبة للساكنة ديال هادك هادك المكان اه شارع او لا اه زناقي او هادك القنوات ديال المياه الامطار وقت فصل الشيطة تتخلق مشكل كبير وهذا هو ما تلقوهش في التصميم ديال التجزئة ما تيبينش لنا هاد المسألة الا ما مشينا لعي المكان وتحققنا مسألة اخرى هي اننا خصنا نكون عندنا واحد الفكرة نتيقنوا من صاحب التجزئة او لصاحب المشروع انه يكون عندهم صداقية في السوق نختاروا ناس اللي هما ديال العقار ناس اللي عندهم اه تجهيز مزيان وما تيقعوش لهم مشاكل اه في المستقبل كينين تجزئات اياكم انه كينبعد ناس اللي هما متطفيلين على على هاد المشاريع وتيخلقوا مشاكل لهم وتيخلقوا مشاكل الناس اللي ياخدوا من عندهم باش ما نوقعوش مشكل انه تجزئة ما كملتش وبقينا معلقين ما احنا فلوسنا في جيبنا ما احنا اخدينا ديك البقعة اللي احنا كان املنا انه نسكنه فوقها ولهذا الحيطة والحضار اخواني اخواني اخواتي اه يمكن ان تخيلوا نفسنا انه نحنا اه شفنا بحل هاد الاراضي ودفعنا فيها واحد الدفعة اولى اه تبعا العرض ديال صاحب تجزئة او لا عرض ديال صاحب مشروع تنكونو مش فنا غير واحد الاشهار اولا تبعنا واحد الفئة من الناس انها بدات في دفعات في واحد تجزئة وتشجعنا تحنا ومشي نعطينا واحد تصبيق مثلا واحد دفعة اولى اولا دفعتين اولا اه اه كل واحد تكون عنده واحد القدر تاع الفلوس مخصصها باش يبدأ واحد المستقبل واحد السكن اه اللي هو تيعفيه من اه ذاك الكرة اولا اه المهم تيبغي الاستقرار كل واحد فينا تيبغي يعيش واحد اه 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 في واحد الحياة مستقرة هنا الى احطينا نفسنا مثلا فهد اه التجزئة ولقينا نهار ورا نهار وشهر ورا شهر ما كينش تغيير فعيل المكان ما كينش اه اه ما كينش اه تجهيز اولا تنشوفو حطو دوك اه الاليات تجهيز اه مرة جوج مرات ثلاثة ومن بعد تيحيدوهم في تيدوهم اه واش اه لتجزئات او لا الله اعلم هنا تيبقى سانة مرة سانة وحنا تنتظرو امتى هد غيتفتح هد الورش امتى غنشوفو اه اه لا تنشوفوش هديك البنية التحتية اللي تتكون عامة ما تنشوفوش المشروع غادي اه في واحد تدريج غادي القدام تيبقى ذاك شي استاغني تيبقى ما تتحركش ولكن الفلوس تيبغو يدخلوها دفوعات مرة دفوعات هذا هو المشكل اللي تنخافو نطيحو فيه هو لهذا دائما تنعودو ناقدو على من تنبغيو اه نشريو واحد العقار لابد نتقصو ونعرفو معا ما نحنا غدي نتعاملو نعرفو دوك الشركات اه اللي تفتحو تجزيئات او لا ناس تيكونوا عندهم تجزيئات تيكونوا ناس تقياء ناس معقولين معروفين في السوق تاع العقار ما فيهمش الغيش البنية التحتية ما فيهم حتى شي حاجة اللي تتمس تمس بهاد الضمان او لا هاد المجال ديال اه العقار على عكس اننا نتعاملو مع ناس مزيانين من اللي تنمشو لهادك التجزيئة ديال المستقبل نديرو واحد زيارة ولا واحد اللمحة على دك المشروع في نواصل وطلقاو ان الشوارع زيانة تلقاو آليات يخدمو تلقاو شانتي يخدام تنفرحو تنقولو راح نقربنا نتسلمو العقار ديالنا وتنعرفو ان فلوسنا وتنعرفو ان فلوسنا في امان وتنتشجعو على اننا نكملو وتنشجعو ناس خرين باش يجيوا يقتانيوا بنفس تجزيئة خصوصا الى اختارينا الموقع بالنسبة المرافق بحال مسجيد او لسيبير مارشي او لمدراسة وحمام هاد المرافق من الافضل نكونوا راعينا هاد المسائل بالاضافة البقعة اللي اعزلنا اللي اختارينا هي واش بشمسة واش الواجهة ديالها شدة على زنقة او شارع مهم او لزنقة تيفوت العرض ديالها 12 متر لان كل ما كانت زنقة كيف سبق لي شرط ان كل ما كانت زنقة عريضة كل ما كان الساكن اه اه مهويم زيان وكان مشمس وكذلك كل ما كانت زنقة عريضة كل ما اه هادك البني تيكون تيستفد من العلوع كل ما كانت زنقة ضيقة انه كل ما كانت زنقة ضيقة كل ما كان اه الساكن اللي في الواجهة مقابلك تيحجب اه الهواء او تيحجب اشيعة الشمس ولهذا اخواني اخواتي ما نتسرعوش وناخدو وقتنا في الاختيار قبل من نكملو الاجراءات ديالنا انتيقنو ونعارفو راسنا فين فين خدينا وانتيقنو من جميع اه الوطائق ديالنا اللي غادي ان شاء الله نحتاجوهم عند الموطق باش يكتبلينا العقد ديالنا نكونو وجدنا راسنا من جميع المتطلبات هنا سنقدر نشير مثلا غير الواحد المسألة ديال جوج ديال التصاميم هما بجوج تي يعطيوا الواجهة ديالهم الجنوب معناه انهم غادي يكونوا مشمسين وحدا عندها واحد الساحة قدامها واحد البقعة اخرى عندها شارع او لا زنقا ولكن بجوجه تيستافدوا من واجهة وحدا مشمسة مزيان لاحظوا معايا اي بقعة عاطية الواجهة ديالها للشمال رهما غادي تكون تستافد من الشمس كيفما العكس اللي عاطية الواجهة ديالها الجنوب معنى القبلة تنتمنى اخواني اخواتي ما نكونوش طولنا على امل ان شاء الله اللقاء بكم في فيديو جديدة في المستقبل ونكونو نكملو على هاد الموضوع ديال العقار لان فيه ما يتقال وبقي عدي تساؤلات كثير من عند الناس اللي تتساءلوا على بعض المشاكيل اللي تتلاقوهم ولهذا انا في انتظار تعليق ديالكم وفي انتظار تساؤلات ديالكم مرحبا بكم وشكرا لكم على مروركم بهذه القناة ومرحبا بكم بكل تساؤلات ديالكم وكيف ما عورتوني اخواني اخواتي اعزائي الكرام ما تنسونيش باللايك ديالكم وبالتعليق ديالكم بتشجيعات ديالكم وبالاشتراك في القناة لان ما زلكي ان شاء الله الجديد توضيحات واجوبة على التساؤلات اللي انتروحها غد نوضحوها ان شاء الله في المستقبل لا تنسوا الاشتراك ليصلكم ان شاء الله كل جديد الى اللقاء بحول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة